هناك سائل يسأل ويقول ابني عمره ست سنين سريع الحفظ ولا تتوفر لي سبل دعمه فكيف أستثمر هذه الملكة أرجو تزويدي بأساليب تنمي هذه القدرة بما فيه الخير منضيح سؤال تحفى جداً يعني عنده حفظ ومش لاقيه مكان يحفظ نعم يريد هو كيف يدعم هذه الملكة وينميها شغل جنبه الحصر مكرر الحزيف مكرر اتنين عشان بس يبقى ساهلين بقول المشيخين دول لان المخرج بتبقى واضحة قوي شغل كده البرنامج موجود على النت وهاتوه زي الفلية الحصر مكرر ويجيب الآية من واحد لخمسة بتتكرر عشر مرات وبعدين أجيب تاني الآية الاولى والآية التانية وهكذا خمسة عشر على حسب فيفضل يسمع 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 وبعد كده لمدة قد ايه؟ تلاتيان خمسيان على حسب سرعته فيه واحد بيجيبها من يوم قدي بيسمعها مبركين اتنين ويقولها طالما عنده بلاكة الحفز طيب تسع سنين يعني بيقرأ أجيب المصحف الكتروني هو أول كتاب ستة سنين دكتور ستة ولا تسعة ده ممتاز جدا حلو برضو وانا اخلي كلمات حتى أسماء الصور بيحفظوها حتى بأسماء الصور ست سنين يعني مفروض احنا يعني لو بنتبع منهج النورانية المفروض على ست سنين يكون بيقرأ وبيكتب سبع سنين يقرأ أي جملة في المصحف ده المفروض الصح ده المفروض صح احنا عايزين نعمل مرة منهج حلقتين أو ثلاثة لأنهم هي تاخدوا على كتاب إزاي نبتدي في موضوع القراءة بعد سنين ثلاث سنين يوصل لخمس سنين بيقرأ وست سنين بيقرأ سبع سنين أي حاجة في المصحف بيقرأ مش بقى الجرائد وبيقرأ الجرائد لا بيقرأ في المصحف خلقت وبقى حلقة جميلة وفيها خطوات كلها ورش كلها ورش وحاجات جميلة للأمهات النقطة المهمة في موضوع إن هو يسمع ويشوف شكل الصورة وبعدين أحكينه القصة على الصورة وبعدين معاني الكلمات اللي في الصورة وسبب نزولها ده حصل كده بسبب كذا وتبت يد دي جانو عجازة وعاملوا في الرصاصة وبعدين سيدنا فاطمة جات في صحن الكعبة عامل كذا وبعدين سيدنا أبو بكر بقى ألم بضربوها كل ما يمت اللي أزى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أربعة أو خمسة ستة قصة كتبت يدك وبعدين مات إزاي مات إزاي ومجامل دي كان إيه وضعها مات إزاي قصة رهيبة يعني ممكن نحق فيها بتاع حوالي عشر تيام أو سبعة تيام أو خلي اليوم السابع يبقى معيار إنجاز للتقدير اللي إحنا عملناه وابتدي أقول لك التكرار بيعلم الشطار يعني تبقى كام توني اليوم والله أوه إحنا مش مراك من اللي قال بس ما هو أنت بس قفل التلفزيون والشاشات وإصحابي المبولات وشغالي للحاجات ويبقى ده تبقى الشاشة اللي شغالة شرح الصورة على كرتون الأطفال اللي موجود شرح الصورة بالكرتون وهو موجود يعني يبقى كل حياة والقصة واليوم بيأكل وماشي وسامع خلاص خلصنا الحفز ووقت الحفز عشان بيزهقوش ووقت الحفز بيأكل وبنيجري وفي قلب الهيسة موضوع الأكل ولما قلت لأ مش واثلين بقى خلاص وتفضل تجري علشان تأكلي أو بتلعب اللعبة بتاعتهم ولعبة هذه المربع ودى الدائرة تحفى جدا أنه بقى نقولها برضو الألعاب للأطفال في السنة دو ألعاب تعليمية ترفيهية وفي نفس الوقت يعني هي لعبة بس هي تعليمية تعزز نعم فين المربع ويدوس على المربع فين الدائرة ويدوس على الدائرة فين الأزرق في الأزرق وحط في الكوبة وهيسة ومية وجانية نعمل يوم للكلام دا نفس الكلام والآيات شغالة فلما يجي بقى جنبه مسجده بيصلي بالآيات بتاعته اسمع الصورة بتاعتي الصورة بتاعتي بيحفظ فيها دلوقت كل ده حاجات وسائل تساعدك ان ابنك في ملكة الحفظ يا سلام بقى لو قرأت عليه الألخية قرأت عليه من الشاعر لسه مقطع كايفين وطلع تريند دلوقتي ليه شاب في لجنة تحكيم الشعب ولجنة التحكيم أخطأ والشاب مصر على انها يقول له دي منصوبة مفعول به ده هي فاعل عندي وتبقى مرفوة ليه ده منصوب واللجنة كلها وفي الآخر تلع كلام الشعب صحيح تزوق اللغة العربية يعني نسمع تقول له سبحانه وتعالى يمنى علينا بيا مجرد انك تتزوق الكلمات وتحس انك في ملكوت تاني وملكة التعبير عن الأمر ده ملكوت تالت وملكة ان انت جواك من المعاني اللي تقوليها وتصغيها أحب واحدة اللهم بارك الاخت دي اللهم بارك اللهم بارك من الناس اللي عندها مداد القلم دايما بجعلك اللهم بارك لك في مداد قلم حاجة وحفة جد ليه ربنا رزقها يعني تقرأ الكلمات كأنك شايفة اللي هي بتقولها وكذا القرآن دولة سبحانه وتعالى يمنى علينا بالخير اللهم معنا آمين يا رب